كما لقيا ليلة الاثنين لتولتها شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين بجروح في حادث استضام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الاجتنابي الوزن التقل بمدينة عين البيضة في أم اللبواقي التفاصيل صادها رشيد مقدم سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية أم البواقي منذ بداية سنة الجارية إلى غاية اليوم 134 حادث مرور مما أسفر عن إصابة 155 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة ووفاة 6 أشخاص وأخطر هذه الحوادث تمثل في انهلاف وانقلاب حافلتين لنقل المسافرين الأولى كانت بضواحي عين البيضاء الحصيلة كانت 18 جريحا أما الثانية فكانت بحدود أم البواقي وقلمة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 15 راكبا